خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران خريستفوروس عطل مطران الأردن للروم الأرثوذكس في كنيسة القديس جورجيوس بالحصن تلق قدس الإرشمندريد فنديكتوس كيال قرار غبطة كيريوس كيريوس تيوفلس الثالث بطريارك المدينة المقدسة بتعين قدس الإرشمندريد أثاناسيوس قاقيش رئيسا روحيا لمحافظات إربد وجارش والمفرق بالإضافة إلى مهامه الرعوية في محافظة الزرقاء ثم تحدث المطران خريستفوروس عن طول معرفته بالإرشمندريد أثاناسيوس منذ ما قبل سيامته راهبا وخلال خدمته في دير دبين والزرقاء لما يمتلكه من محبة وغيرة ونشاط واليوم يمنحه هذه المسئولية العظيمة والثقة المطلقة لخدمة شمال المملكة عاون سيادته في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجمعا من المؤمنين